من أجل تعزيز قدرات الإعلاميين حول تغطية الانتخابات القادمة وكذا مراقبة العاملين في السجل الانتخابي جاءت هذه الدورة التدريبية للإعلاميين في مجالات مختلفة وتقوية قدراتهم في نقل المعلومات بالطريقة الصحيحة في مداخلته ممثل معهد الانتخابات من أجل الديمقراطية الدائمة بإفريقيا دكتور بير كاجي ساسو قال إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات المشاركين لتحمل المسؤولية الإعلامية وإخبار الجمهور بالحقائق حول ما يجري في الانتخابات ونقل المعلومات الصحيحة والقيام بدورهم التي ستسهم في توعية المواطنين بما يجري في الانتخابات أما ممثل رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما المسشار لوري قونجي قال ننصحكم بالاستفادة من وقت التدريب للسعي بشكل أفضل لفهم التدخلات المختلفة مع المساهمة بنشاط في المناقشات التي ستتبع من أجل تقوية كفاءاتكم مهنيا عندما يحين الوقت كما أعلن أن افتتاح الدورة ونشير بأن هذه الدورة التدريبية نظيمت من قبل معهد الانتخابات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما من أجل المساهمة الجيدة في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر